سيدي يقول أنا أعمل في مجال المحسبة تقدمت الوظائف كثيرة واعتذر لي مؤخرا تواصل معي أحد الإخوة يمتلي الشركة تمنج سلسلة مطاعم يديها استثمارات عقارية العمل المعروض علي عمل حسابات وتحليل مالي لعمليات المطاعم 90% من إجمال العمل مطاعم و10% استثمار عقاري من عمل المطاعم حوالي 7% للأسف من بيع المشروبات الكحولية وبعض الأكلات التي تدخل فيها لحم الخنزين يجوز لي أن أعمل أم لا إذا كان النشاط الأصلي مشروعا وتخلى له يسير تابع من المحرمات وكان عملك فقط في المحاسبة وتحقيق البيانات فلا حرج عليك في العمل في هذه الوظيفة وتطهر دخلك بأن تتخلص من نسبة منه توازي ما شابه من عمل محرم جاء في قرار لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا حول العمل في مجال المحاسبة ما يلي العمل في مجال المحاسبة مشروعا لأن المحاسبة يقوم بعمل فني بني على أدوات عمل مشروعا والأصد في الأشياء الإباحة ولا حظر إلا لدليل شرعي إلا إذا كان في مؤسسات تباشر الأعمال المحرمة كالالتجار في الخمر أو الخنزير فإنه لا يجوز إلا يدويد الضرورة بضوابطها المقررة شرعا على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزادتها وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها كما في الصورة المسؤول عنها فإن غلب الحلال ساغ الترخص في ذلك للحاجة ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عمل محرم مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل آخر لا شبهة فيه وأما إن غلب الحرام استصحب أصل المنع تجنبا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها ما اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزادتها ولا بأس بعمل محاسب كأجير مشترك في محاسب عنده مكتب محاسبة يستقبل البيانات من شركات عديدة يعني لا يعمل لصالح شركة واحدة عنده 100 شركة 200 300 400 500 سموء الأجير المشترك الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها فلا بأس بعمله لأنه مجرد ناقل صورة واقعية لا يستثنى من ذلك إلا المؤسسات التي يدور نشاطها الأساسي في فلاك المحرمات